السلام عليكم رابع يعطيكم العافية اليوم يا رابع درسنا الثاني في وحدة معالجة البيانات وهو تمثيل البيانات اثنين هدفنا اليوم يا رابع انه نفسر مجموعتين بيانات ممثلة بأعمدة بيانية مزدوجة والجزء الثاني يمثل مجموعتين بيانات بأعمدة بيانية مزدوجة متى بمثل البيانات بأعمدة مزدوجة لما يكون عندي مجموعتين بيانات يعني زي عندي هذا المثال عندي هون نوع رياض مفضلة للاناث والذكور عندي مجموعتين اناث والذكورة على نفس الرسم البياني يعني مجموعتين على نفس الرسم البياني فرح يصير عندي أعمدة بيانية مزدوجة وزي ما شايفين في هذا المثال عندي نوع الرياضة موثل بالخط الأفقي وطبعا دائما العدد هو الخط العمودي كرة السلة في عندي ذكور وفي عندي إناث الذكور بيمثل بالأعمدة الأزرق اللون الأزرق والإناث بالزهر كرة السلة الإناث يعني العمودي الزهر كم عدد الإناث الذين يفضلون كرة السلة إذن بروح على العمودي الزهر عددهم ثمانية عدد الذكور الذين يفضلون كرة السلة برضو ثمانية عدد الإناث الذين يفضلون كرة القدم هو العمودي باللون الزهر طبعا زم احنا شايفين العمودي باللون الزهر انتهى عند منتصف 42-43 عدد الذكور الذين يفضلون كرة القدم لون أزرق ثماني وهكذا هلأ ممكن أنا أسألك ما نوع الرياضة المفضلة عند الإناث أكثر من الذكور مين الرياضة يعني العمود الزهر فيه أطول من الذكور مرتفع أكتر زي ما احنا شايفين هون التنس الأرضي هون الإناث بفضلوه أكثر من الذكور والريشة الإناث بفضلوه أكثر من الذكور لأن العمود الزهر مرتفع أكثر وأجري الإناث بفضلوها أكثر من الذكور طب ممكن أنا أسألك لعك اسمها نوع الرياضة المفضلة عند الذكور أكثر من الإناث يعني أن العمود اللون الأزرق مرتفع أكثر من هو كرة الطائرة عندي وكرة القدم تمام ما نوع الرياضة اللي بيكون متساوي عند الإناث والذكور هو كرة الثلة تمام؟ إذن مثل بمثل بيانات ممثلة بأعمدة بيانية مزدواجة الرسمة يعني كل مجموعة بيبين شو هو اللون هون الإناث مبين أنه الزهر والذكور هون بيين عندي الذكور هذا مفتاح تبع الرسمة تمام؟ بيكون العمودين متلسقين بهذا الشكل خلن نروح أمثال آخر زي ما إحنا هون شايفين علامات الطلبة طبعا هون عنوان علامات الطلبة في مبحتي العلوم والرياضيات هذا المفتاح بيحكي لي العلوم هون لون الأحمر ورياضياته اللون الأخضر زي ما إحنا شايفين هون أسماء الطلب اللي امتحنوا رياضياته العلوم وهون طبعا المحور العمودي لعدد العلامات سمر علامتها العلوم الممثلة هون لون أحمر هو العلوم أكثر من الرياضيات العلوم 14 زي ما إحنا شايفين الرياضيات لون الأخضر 12 ماجد العلوم ثمانية والرياضيات ستة شادي العلوم اللون الأحمر وهو عشرة والأخذ الرياضيات وهو واحد وعشرين نلاحظ أنه هون شادي علامته الرياضيات أكثر من العلوم وهون ياسمين العلوم عشرين الرياضيات ستة عشر إذن نلاحظ أنه سمر ماجد وياسمين العمود الأحمر وهو العلوم علامتهم أكثر من الرياضيات وهو الأخضر بينما شادي علامته هو الوحيد علامة الرياضيات أكثر من علامة العلوم تمام خلينا نروح على كتاب التمرين تنحل بعض الأسئلة سواء هلأ أنتم بتشاهدوني يا رابع مسكوا ألمكم وكتابكم ونحل مع بعض بحكي لي استحدي الأول أرسم عفوا أن الرسم بيان المجاوي يمثل نوع العصير المفضل لدى مجموعة من الذكور والإناث أحنا في صفحة 70 أحنا في صفحة 70 ما ننسى إذن بياني أنه هون رسم بيمثل نوع العصير المفضل لدى مجموعة الذكور والإناث طلع الذكور يا رابع يمبين أنه هون ممثل بالأعمدة باللون الغامق بينما الإناث هو الأعمدة باللون الفاتح تمام هذا إذن المفتاح اللي بدلني فعندي محور الأفقي هو أنواع العصير وعندي محور العمودي الأعداد طيب ما عدد ألف ما عدد الذكور الذين يفضلون عصير التفاح إذن بروح على عصير التفاح ما عدد الذكور إذن هو بيسألني عن لون الغامق الذكور اثنين إذن رح أكتب الجواب العدد اثنين طيب أي أنواع العصير هو الأكثر تفضيلاً لدى الإناث إذن لدى الإناث إذن أنا رح أدور عن لون الفاتح مين الأكثر تفضيلاً؟ يعني رحكون أطول عمود من أطول العمود هو الليمون اللي عددهم ستة بينما المنجة اثنان بينما التفاح خمسة البرتقال اثنان إذن أكثر تفضيلاً هو الليمون إذن شرح أكتب الليمون بكم يزيد حكنا بكم يزيد يعني عملية طرح عدد الإناث اللواتي يفضلن عصير البرتقال على عدد الذكور الذين يفضلون هذا النوع من القصير إذن أنا عب سألني عن البرتقال تمام؟ الإناث عددهم واحد إذن واحد الإناث بينما الذكور عددهم اثنان الذكور عددهم اثنان بكم يزيد يعني بحكي اثنان ناقص واحد ويساوي واحد إذن بواحد بزيده في واحد تمام؟ خلينا نروح على السؤال الثاني بحكي لي سؤالة مجموعة من طلبة الصف الرابع ومجموعة من طلبة الصف الثالث يعني عندي مجموعتين وهون المجموعة الأولى الرابع والمجموعة الثانية والثائف ما نوع الرياضة المفضلة لدى كل منهم؟ وقد مثلت البيانات الآتية إجابات هؤلاء الطلبة إذن هون نوع الرياضة مفضل الصف الرابع هون صف الثالث هون عندي قبل ما أمثل بيانيا ونظم البيانات في جدول إشارات الآتية يعني أنا لخطوة القبل أني ما أمثلها بياني رح أمثلها بجدول إشارات كالآتية السباحة السباحة إذن للصف الرابع دعيد أكم واحد حكى أنا بفضل السباحة فبعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عندي خمس طلاب حكوا أنا بفضل السباحة في الصف الرابع إشارات يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة والخامس يا رابع بعملها بشكل وفقي تمام؟ طب قرة القدم إذن دروح أعد قرة القدم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عندي ثمان طلاب حكوا أنا بفضل قرات القدم إذن بحكي واحد اثنان ثلاثة أربعة والخامس بكون بشكل أفقي وستة سبعة ثمانية كرة السلة كرة السلة إذن كرة السلة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عندي أربعة بفضل كرة السلسف بحكي واحد اثنين ثلاثة أربعة التنس عددهم واحد اثنان واحد اثنان إذن بحكي واحد اثنين بفضل كرة التنس بسهلا نروح على الصف الثالث على الصف الثالث السباحة رح أعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة سباحة طلع كيف بمثلها واحد اثنين ثلاثة أربعة والخمسة بيكون بشكل وفقي القدم واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أما السلة واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن عندي أربعة السلة واحد اثنين ثلاثة أربعة التنس عندي التنس واحد اثنين ثلاثة إذن عندي ثلاثة طلاب تضلوا كرة التنس من الصف الثالث طيب أمثل بيانات سابقة باستخدام طريقة الأعمدة المزدوجة تمام؟ إذن هلأ رح أرسم أعمدة مزدوجة لكل من الصف الرابع والصف الثالث هلأ طبعا رح أميز هون إنه هون رح أكتب هون الصف الرابع مثلا باللون المفضل عندي هون الصف الثالث تمام؟ هلأ أرسم الأعمدة هلأ رح أبلش السلة السلة للصف الرابع خمسة طبعا خلينا نحكي الرابع أحمر والثالث أخضر تمام؟ الرابع السلة السلة وهو أربعة إذن لحد الأربعة رح أرسم عمود بهذا الشكل تمام؟ تمام؟ طبعا عنتها لعندي الأربعة باللونه حكينا باللون الأحمر طب لازم متلاسق يعني بنفس ضلع العامود الثالث الأخضر السلة أربعة برضو أربعة فرح طلع يا رابع بأعمدة متلاسقة إذن هون أخضر أحمر أخضر بهذا الشكل القدم نروح القدم هون تمانية والرابع تمانية إذن القدم الرابع تمانية إذن الأحمر نحيكون لحدية الثمانية هيا هكذا إذن بسكره وباللونه باللون الأحمر طبعا الثالث نحن نحكي عن القدم أربعة إذن أحد الأربعة في قطة هيا نبعا إذن هون أخضر بلونه باللون الأخضر وهكذا التنس التنس لا الرابع اثنين إذن نحديت اثنين يعني نحن طبعا هاد الأمود سيكون باللون الأحمر أحمر الثالث الأخضر رح يكون نحن نحكي عن التنس ثلاثة برضو ثلاث عفوان الرابع اثنين والثالث ثلاث تمام أسكر عن نفس هون أخضر السباحة السباحة بالنسبة للرابع خمسة إذن خمسة هون أحمر تمام أما السباحة بالنسبة للثالث برضو خمسة أخضر تمام هيك إحنا بكون رسم أو مثلنا البيانات بأعمدة مزدواجة إذن من هاي البيانات بقدر أفسر أو من هاي الرسمي بياني السلة الرابع أحمر السلة الرابع أحمر وهو أربع طلاب أما الثالث السلة أربع طلاب القدم الرابع عدد طلاب بفضل كرة القدم للصف الرابع هو ثمانية هاي العمود مرتفع عند الثمانية أما بالصف الثالث اللي بفضله أربعة هاي العمود الأخضر مرتفع عند الأربع التنس للرابع اللي بفضله كرة التنس من الرابع هو اثنان هالعمود مرتفع لعند الاثنان أما الثالث مرتفع عند الثلاث تمام السباحة عدد طلاب فضله السباحة من الصف الرابع إذا بطلع على عامود الأحمر هو خمس طلاب و عدد طلاب الذين يفضلون السباحة من الصف الثالث بطلع على اللون الأخضر إذن برضو خمس طلاب ولون كرة السلة كرة القدم التنس السباح بالنسبة للرابع أحمر وأصف الثالث أعملتهم بلونها باللون الأخضر هون إحنا رسمنا العمود الأول في كل رياضة الرابع والعمود المتلاسق فيه البعدي لون الأخضر هو الثالث تمام أتمنى يكون واضح لكم يا رابع حلوا التمارين جميعها تمام هيك يعطيكم العافية ونشاء الله تقوموا ستشفت اشتركوا في القناة